السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر رضا البيومي من قناة انجليزي اونلاين. اهلا بكم طلبة الطلبات الصف الاول الاعدادي. هندم لكم النهاردة تكملة لحل كتاب جيم الخاص بالتم الاول لعام الفين اتنين وعشرين. وهنحل النهاردة لأسئلة اللي على الدرس الاول والثاني من الوحدة الثالثة. تحديدا الصفحات اللي هي من اول الى هنبدأ كده على بركة الله بحل الاسئلة اللي هي خاصة بالكلمات. ففكر بس هتنساش تدعم قناتنا وانطرين انت تدوس لايك للفيديو وتعالى بتعليق اسفل الفيديو. اول سؤال معانا انا بقول لي بعد كده تكين جو ات ناين اه هندرد كيلومترز ام اور يعني بتقدر تمشي بسرعة تسعمية كيلومتر في ساعة. يبقى بقى اعنا كده ان اتطرب تبقى ايه بتبقى سريعة وسريع يعني باست. او طنطب بالامريكان فاست. اما بقال لي بعد كده ات ايز وان هندرد اي تي سيفن میترز يبقى كده طول او الارتفاع بورج القاهرة. اللي هو مية سبعة وثمانين متر. ولما تحب تسأل عن الطول بتاع الابراج او الاشخاص بشكل رأس كده. يبقى بتسأل بهاو ايه? هاو طول. انه مرتلك بكده ان هاو لون بيبقى الطول بشكل ايه? افقية. بهذا الشكل. number three. my sister has got straight hair. يعني عندها شعر نعم او شعر مستقيم. but لكن my mother has بعد كده hair. طيب. هنا بط عارفين ان هي معناها لكن بتربل بين جملتين متنقضين. عكس بعض. يبديت عندها شعر نعم. يبديت عندها شعر مجاعد. ومجاعد يعني curly. four. famous football teams. يعني فرق كرة القدم المشهورة. have a lot of. بيكون لديه الكثير من ايه? بعد كده بقولي they encourage players. يعني بيشجعوا اللعيبة. من اللي بيشجع اللعيبة? الجماهير. وجماهير يعني fans. معناها جماهير او معجبين. five. each football. وeach هنا معناها كل. بعد كده consists of eleven players. بيتألف ويتكون من 11 لعب. يبقى انت كده بتتكلم على ايه اللي مكون من 11 لعب اللي هو الفريق. وفريق يعني team. number six. our teacher has short and and. وبعد كده هي. عايزين نعرف ان المدرس لديها او يمتلك شعر قصير ايه? يطرى unkind, plund, slow, cold. الصفة الوحيدة هنا اللي بتيجي مع صفات وصف الشعر هي plund. اللي معناها اشعر. سبب. a baby bird. اللي هو الطائر الراضيع. ودي من كتاب المدرسة. is very. عاوزين نوصف الطائر الراضيع ده اللي هو لسه صغير بصفة. هنوصفه هنا يا اما weak ضعيف. يا poor فئير. يا strong يعني قوي. يا اما slow يعني بطيء. هنعرف من الجملة التانية. واللي it cannot لا يستطيع. fly for many days. ما بيعرفش يطير لايام كتير. يعني معنى كده ولسه ايه? لسه ضعيف. وضعيف قلنا يعني weak. eight. محمد صلاح is very good at. وانا good at معناها جايد فيه. بيجي بعدها اسم شيء اللي انت جايد فيه. يا اما فعل مضاف له ing. طيب بعد كده بنديني كلمة goals اللي هي الاهداف. ايه الفعل اللي بيجي مع كلمة goals? اللي هي كلمة score. اللي هي score goals. يعني يحرز اهداف. وانا استخدمها من ضفلاء ing. تبقى scoring. بعد كده في number nine. يقول اكل الطعام الصحي makes us. بيجعلنا. بيجعلنا ايه بقى اكل الطعام الصحي? بيجعلنا weak ولا strong ولا strong ولا strange. طبعا بيجعلنا اقوي وقوي يعني strong. اللي هي number ten معنا بعد كده بيقول I am not good at running. انا لسته جيدا في الجاري. I am very. واحد ما بيعرفش مش اللي هو يعني مش كويس في الجاري. يبقى معنا كده ان هو بطيء. وبطيء يعني slow. انا لسته جيدا في الجاري. بالتالي انا بطيء جدا. 11. his life is boring. حياته مملة. he hasn't got time. ليس لديه وقت. وبعد كده. عايز اقول ما عندوش وقت لهواياته. لي بقى يعني ايه يعني for. يبقى he hasn't got time for office. 12. my father has got a. عايزين انا اعرف كده والدي لديه ايه. a ايه. beard ولا dark hair ولا glasses ولا curly hair. طبعا انتو عارفين كمعلومة ان ال a والان بتيجي قبل الاسم المفرد. كما تجيب بصة على hair. hair هنا مش اللي هو الشعر مش اسمه مفرد. ده ده اسم اللي هو يعد. والاسماء التي اللي كانتها عد لها يقبلها ل a ولا an. بالتالي الاختيار b والاختيار d نستبعدهم. طب كلمة glasses النظارة من الكلمات. اه هي نظارة واحدة بس من الكلمات التي تتعامل معاملة الجامعة. ليه؟ عشان ليها عدستين عشان كده ما اخطلها هنا ايه. yes. وبالتالي هنا بردوها تنفعشها عشان الام الجيش قبل المفرد. لكن كلمة beard اللي هي اللحية فbeard هي اللي يأتي قبلها الاعادة. بس مترين بقى بشكل ايه؟ بشكل رأسي كده بيبقى واقفة. لا طبعا يبقاش واقف. ده بقى ممتد على الارض. وبالتالي بشكل افقي كده يبقى على طول ايه؟ long. انما لو قلت لو طول بشكل رأسي كده يبقى ايه؟ يبقى طوض. الصفحة اللي معنا بعد كده برضو هي الصفحة اللي بتبقى على الكلمات ايضا. فبقولي هنا. number one. بقول لي. my aunt is very. عمتي او خلتي ديت is very ايه؟ وهروصفها بصفة. الجملة التانية اللي بتوضع. she always gives me big presents. يعني دايما بتعطيني هدايا كبيرة. وهدايا ضخمة. يبقى كده هي ايه؟ bad ولا kind ولا poor. ولا sad. طبعا هي kind. we kind دورت معناها عطوف او طيب. two. رانيا الواني. رانيا علواني. is a ملهبة. واعد كده swimmer. عاوز ان نوصفها ان هي سبحة ايه؟ everyone. كل شخص knows hair. كل شخص يعرفها. كل واحد عرفها. يبقى معنى كده الشخص ايه؟ يبقى يعني سبحة مشهورة. ومشهورة يعني famous. in a tall طويل و weak يعني ضعيف. unkind يعني غير لطيفة او غير عطوفة. number three بقول لي هنا ايه؟ he wears his. بعد كده تسي بيتر. لكي ترى بشكل افضل. بتلبس ايه؟ يلبس نضارة. ونضارة يعني glasses. four. old people. يعني الناس الكبار في السن. usually have white. بيكون عادة ما لديهم ايه بقى لونه ابيض. يكون عندهم يا شعر ابيض. يليح يا بيضة. يشنف ابيض. مش كده؟ وبالتالي هنا فيش غير كلمتي birds. ليليح. number five. my cousin's hair. يعني شعر ابن عمي. is not street. ليس مستقيما. ليس ناعم. في بالتالي يبقى ايه؟ يبقى مجعت. يبقى بالتالي اقول ايه? it is carry. I can't pick up that box. مش قادر ارفع ولا شيء اللي هو السندوق ده. شكله تقيل اكيد يعني. my arms are. يبقى كده زراعية ايه؟ يبقى ان كده دراعي ضعيف. دراعي ايه ضعاف. وبالتالي ضعيف يعني weak. وعكس weak. strong. قوي. seven. camels are very strong. يعني الجمال بتبقى قوية جدا. they can. وبعد كده. two hundred kilos of bags. دراعي بتقدر تحمل متين كيلو من الحقار. وده موجود في كتاب المدرس. ويحمل يعني carry. eight. people in Egypt are very. يعني الناس في مصر are very a. هنظن نوصفهم بصفة. يا طرى friendly ولا friend ولا unfriendly ولا unkind. طبعا unfriendly وunkind صفات سيئة. اللي هو غير ودود ودي غير طيب. we friendly يعني صديق. وبالتالي هنوصفهم ان هما friendly يعني ودود. nine. can you give us a أو a. هل ممكن انت تعطينا ايه؟ of the car للعربية that hit tom. اللي استدمت او خبضت tom. ممكن تدينا وصف للعربية. فتوصف يعني ايه؟ يعني description. number ten با هنا بقول لي salma is. وبعد كده good at mass. هنزل نقول هنا ان salma جيدة جدا في مادة رياضيات. we get down يعني very. اوعدت لغبة واجاب لك هنا quiet اللي معناها هادئ عشان لغبتك ما بينها وما بين quiet اللي معناها الى حد ما. اللي معناها الى حد ما بتكون منتهية بالاي. بيتنشيلي الاي ديت نحطها هنا. eleven هنا بقول لي how. بعد كده is the great pyramid. يعني الهرم الاكبر. انت كده بتسعى على ارتفاع. ارتفاع الهرم الاكبر. وبالتالي بتقيس بشكل ايه؟ بشكل رأسي. يبقى على طول نستخدم ايه؟ tall. how tall؟ كم طول بشكل رأسي. how long؟ تستخدم المسافات دي معنى كم طول بشكل افقي. twelve بقول لنا محمد صراح is a famous sports. بعد كده around the world يعني حول العالم. عايزين نقول لنا هو نجم ايه؟ نجم الرياضي. ونجم يعني star. sport star. thirteen my uncle is rich. يعني عمي rich. يعني غني. and helps poor people. وبيساعد الفقراء. he is very. يبقى هو كده شخص ايه بقى؟ unkind ولا kind ولا impolite ولا bad. طبعا هو كده شخص ايه؟ very kind. يعني عطوف او طيب جدا. انما طعم دي عجسها غير طيب. impolite غير مؤدد وبعد يعني سهير. هنحل بها دلوقتي الاسئلة اللي هي خاصة بالجرامر. والجرامر قلت بيبقى شامل آآ جزئين اللي هو التعبير عن الامتلاج باستخدام has got وhave got. والتعبير عن القدرة عدم القدرة باستخدام كان وكان. كل ده مشروعك بالتفصيل. في فيديو هتلاقيه في قائمة الشرح اسفل الفيديو. هتلاقي نسبلك في قائمة اللي هو في الوصفة اسفل الفيديو. قائمة تشغيل خاصة بحل كتاب المعاصر. قائمة تشغيل خاصة بحل كتاب جيم. وقائمة تشغيل خاصة بشرح الدروس بتاع الجرامر وكمان دروس القراءة والاستماع. وقراءة الكلمات طبعا. نكمل كده يا الله حل الصفحة اللي معنا قدامنا ديت هي page 135. على الشرح وعلى الجرامر. نومبر وان بولي. the twin brothers. يعني الاخين التوأم. in my class. in my class. في الفصل بتاعي. brown eyes. brown eyes يعني عيون ايه؟ بنية. عايزين نقول ان هم يمتلكوا عيون بنية. ويمتلك يعني ايه؟ يعني يا اما has got يا have got. ولكن ده اسم جمع. فالجمع بياخد have got. two. محاسة بين اي و بي. ايه هنا بيسأل بي وبقول له. have you got long hair؟ يعني هل تمتلك شعر طويل؟ بالتاني قال له. no. i بعد كده short hair. يبقى عايز يقول له ايه؟ لا انا امتلك شعر قصير. ويمتلك يعني ايه؟ يعني have. قولتلك فيه الشرح ان احنا ممكن نستخدم have او have got. have لوحدها معناها يمتلك. وبرضو have got معناها يمتلك. بس have got و has got تستخدم في انجلترا او في اللهجة البريطانية اكتر. نجي بعد كده number three بيقول لي my best friend. يعني ايه؟ يعني صديقي المقرب والمفضل. got short dark hair. عاد نقول يمتلك شعر ايه؟ قصير وداكن. طيب صديقي ده بما انه مفرد يبقى استخدم عطول ايه؟ has. has got. بعد كده بيقول لي my father is very busy. انا والدي مشغول جدا. he. وبعد كده take many holidays. يأخذ اجلزات كتير. يبقى هو كده بيقدر ياخد اجلزات كتير. لا ما بيقدرش. يبقى انت كده بتتعبر عن عدم القدرة في فعل شيء. عدم القدرة يبقى على طول ايه? can't. number five. what we can? احنا بنستطيع. بعد كده money to help the poor. with the poor معناها الفقراء. يبقى احنا بنقدر ايه؟ نعطي اموال او طيب احنا عارفين ان can. we can't. بيجي بعدها مصدر الفعل والمصدر هنا اللي هو given. six. محمد الصلاح lived in Italy. يعني عاش في ايطاليا. for two years. يمدة عامين. so لذلك هي وبعد كده speak Italian to. يبقى عاوز يقول لي لذلك هو بيقدر يتكلم ايطاليا ايضا. بجانب اللغة الانجليزية والعرب. طيب بيقدر بقى ويستطيع يعني can. seven. has your father. بعد كده a mustache. mustache قلنا اللي هو معناها ايه؟ معناها الشنب. وانا عاوز اقول هل والدك لديه او يمتلك شنب. طبعا بما ان هنا has موجودة. قلت has. وهاب بيجي معاها got. وبتبقى got على طول ايه؟ عشان هنا بستخدم مع هاز وهاب التصريف التالت. والتصريف التالت من get هو got. eight. my uncle. بعد كده got a son or a daughter. يعني عمي عاوز اقول يمتلك ابن او ابنة. او لا يمتلك. هطلع زينة ان or. or موجودة شايفها ديت؟ or ديت بتيجي في الجملة الملفية. وبالتالي هنا هستخدم ايه؟ هستخدم ya hasn't ya haven't. we بما ان my uncle ده اسمه مفرد او فعل مفرد يبقى هستخدم hasn't. عشان اقول ايه بقى my uncle hasn't got a son or a daughter. يعني لا يمتلك ابن او ابنة. nine. i وبعد كده to ride a bike. i ايه بقى? ولعز هنا ان في هنا two. انا ممكن استخدم كان في الجملة وكل حاجة عشان اعبر عن ان انا بقدر اركب عجلة او ما بقدرش استخدم كانت. بس ليه كان وكانت ما انفعوش؟ عشان كان وكانت بيجي بعدهم المصدر على طول. يعني تقدر تقول كان ride او can't ride. بس ده في هنا two. فبالتالي هما الاتنين ما انفعوش. لا كان ولا كانت. طيب. هنستخدم هنا am able to. ليه بقى? لان شوف انا بقولها ازاي? able to. على طول able بعدها to على طول. we able بما انها صفة. فبيجي قبلها am و is war. يبقى i am able to ride a bike. انا بقادر على ركوب الدراجة. سؤال بقى number two. اللي هو read and correct the underlined words. تعاكد الله نصحح الكلمات المجدود تعتقد. number one بقول لي ali have got lots of books. طبعا من غير ما نكمل معروف خالص ان علي بما ان الاسم مفرد. يبقى الاسم المفرد وهي و she and it بيجي معاه. هاز مش هاد. two. احمد and i has got curly hair. احمد و انا نمتلك شعر مجاعد. طبعا احمد و انا ده فعل مفرد ولا جامع. لا ده فعل جامع. نقول احمد و انا. يبقى كده اتنين شخصين. وما ان هنا الفعل جامع فبنستخدم معاهم هاد. three. she can. jumps very high. يعني تقفز بشكل ايه عالي كده. طبعا كان و can't قلنا بيجي بعدها مصدر الفعل. ومصدر الفعل هنا اللي هو jump. هنشيل من عليه الاس. four. he is strong. يعني هو قوي. he can't use his arm to lift heavy things. يعني هو قوي. عشان كده هو لا يستطيع ان يحمي او يستخدم ذراعي. اللي هو ذراعه. في رفع الاشياء الثقيلة. يبقى على طول هنا هنستخدم ايه؟ يبقى انه هو قوي. يبقى طول هنا قوي. يبقى اكيد بيستطيع ان هو اشيل الاشياء الثقيلة. يبقى نستخدمها يبقى can. number five هنا بقول i can't pick up this box. طبعا كانت وكان بيجي بعدها المصدر. يبقى نخلي pick up this box. تبقى مصدر عن طريق نشيل من عليها ing. تبقى pick. number six هنا بيقول have you got a brother؟ هل لديك اخ؟ قال لي yes i have got. اتفقنا في الشرح زي ما قلت لك في الشرح ان انت لما تقول yes i have got لازمة تكمل. وتقول yes i have got a brother. لكن لو انت عاوزت تجاوب اجابة مختصرة هتقول لي yes i have وخلاص. يبقى عند صحة have got الى have بس. نكملين مع بعض الاسئلة الخاصة بالgrammar. والصفحة اللي قدامنا ديت هي صفحة one hundred thirty six. مية ستة وتلاتين. فكرك بس قبل ان نكمل حل. اوعدين ستدعمنا. مطلعين انت تدوس لايك للفيديو. تعلق بتعليق اسفل الفيديو. وان شاء الله هنقدم لكم فيديوهات وشرحات لاخر العام باذن الله. number one معانا هنا بقول لي you got long hair. شعر طويل. عاوز اقول لك هنا ايه بقى؟ بما ان هنا got موجودة. استخدم you have, you have على طول. طيب you بتاخد هاز ولا have؟ بتاخد have. هل لديك او هل تمتلك شعر طويل؟ number two محاسة هنا بين a و b. في ايه هنا بيسال بيو بقول له can you phone me at 6 pm. تقدر تتصل علي الساعة ستة مساء. قال له no i. طبعا دايما لما تيجي اجابة مختصرة ب no او yes بص على اول كلمة في السؤال. عشان انت بترجع تستخدمها في تاني في الاجابة. مع yes تستخدمها زي ما جاية في السؤال بالظبط. مع no تستخدمها منفجر. يبقى استخدم هنا ايه can't. يبقى اقول no i a no i can't. number three. my brother is very young. يعني اخويا صغير جدا. he وبعد كده not got appeared. طبعا هو لا يمتلك ايه لحية. لانه ولسه صغير جدا. طيب بما ان هنا نفيلي وهي حاطت هنا not. ما ينفعش استخدمها a hasn't. لانها استخدمها هنا ايه has. لان انت لو استخدمت hasn't يبقى انت كده نفيت مرتين. نفيت هنا باستغل المختصرة بتاعت not. ويحطيت كمان بعدها not. لان طبعا ما ينفعش. يبقى ايه has not got appeared. number four. my sisters. اخواتي البنات. جمع هنا. long hair. شعر طويل. عاوز اقول ان اخواتي البنات يمتلكوا شعر طويل. بما هنا هنا الفاعل فاعل جمع. فالفاعل الجمع بيجي بعده. have got. five. احمد وبعد كده not work today. قال لي his very ill. هو عيان وتعبان جدا. يبقى احمد ايه بقى؟ هل استخدم is not ولا does ولا has ولا can. طبعا عاوز استخدم ان هو مش هيقدر يشتغل النهاردة. بالتالي بتكلم عن عدم القدرة. وعدم القدرة يبقى استخدم ايه؟ can not. can not. اللي هي معناها لا يستطيع. وموقع البصار بتاعها اللي هو can't. number six هنا هتدأ ب are ولا will ولا has ولا where. your family got a big house. اول قلت ما تلاقي got. يبقى الجزء بتاعها اللي هو has او have. has got have got. وما فيش هنا غير has. لتحديدا عشان your family هنا تعامل معاملة المفرد. seven. i بعد كده got glasses. لدي او امتلك نضارة. but my sister has got glasses. طيب بركز في الجملة دي. هنا but المفروض زي ما قلنا اللي معناها لكن تربق بين جملتين بينهم تناقض. طيب الجملة التانية بيقول ان اختي تمتلك نضارة. يبقى لاب لها بيقول انا لا امتلك نضارة. عشان يبقى فيه تناقض وتكون الجملتين عكس بعض. وبالتالي تستخدم هنا ايه؟ haven't. واحدة يقول لي لي مش هستخدم هازنت. هاولك هازنت يجيش مع i. دي بتيجي مع he و she و at و more. eight. i have و بعد كده short. curly hair. شعر مجعد. يبقى انت عاوزتوا ليه؟ انا امتلك. وجاب لي هنا have في صورة الاتصال بتاعها اللي هو ال apostrophe ve. we on has و have على طول بيجي بعدها التصوير الثالث اللي هو got. as got have got. nine. يقول لي هتبدأ هنا سؤال. واخد بالك سؤال. drive a car. يبقى he can دي ما تنفعش. he can دي ما تنفعش. عشان دول ابدأ بهم جملة. ما بدأش بهم سؤال. طب كان هي ولا كان بس. كان ما تنفعش ليه عشان كده السؤال مش هبقى فيه فاعل. احنا عايزين فاعل اللي هو زي هي كده. والتالي هيقول لك ايه. can he try a car. هل يستطيع هو ان يبقى درا سياره. السؤال المثربة بعدكدة. سؤال تصحيح الخطر. number one. يقولütfen. all my brothers and sisters. كل يا إخوات السبيان والبنات. have. و بعد كده get dark. curly hair. لن احنا قلنا has got. have got. يبقى استخدام هنا ايه. got التصريف الثالش. نمبر تو بقول لي they hasn't got any brothers. طبعا هنا مش هنفع استخدم hasn't مع they. هنستخدمها haven't. they بيجي معها haven't. واحد يقول لي هو احنا ليه مستخدمينها هنا ايه? haven't. هننفعش يقول have. قليك لايه عشان any في الجملة المنفية. نمبر ثري بقول هنا I can scores lots of goals. انا بقدر احرز كثير من الاهداف. طب مكان وكانت بيجي بعدها المصدر. وده مش مصدر. هرجع scores لمصدره عن طريق لنا نشيل من عليها الاس. يبقى score. يحرز. four. ابراهيم has بعد كده got a brown jacket. مش ده سؤال. اه. السؤال ما ينفعش يبدأ بايه بالفعل. يبقى انا هبدله هجيب الفعل المساعد اللي هو has في الاول بعد كده ابراهيم. يبقى تصحب خطأ يبقى ايه? has ابراهيم. بعد كده في number five والاخير في الصفحة ديه تقول لي هنا omar is busy. يعني عمر مشغول. so he can play football now. يعني هو مشغول عشان كده يقدر يلعب كرة دلوقتي. لأ المفروض اقول لي هو مش هيقدر يلعب كرة دلوقتي عشان هو مشغول. وبالتالي هعبر عن عدم القدرة باستخدام can't. تعالوا بقى دلوقتي هنحل مع بعض general exercise التمرين العامة من كتاب gym على الدرس الاول ويء الثاني من الوحدة الثالثة والكلام ده موجود معانا في page 138. مية تمانية وتلاتين. المحاسة هنا السؤال الاول اللي هو السؤال ادالك. المحاسة هنا ما بين رامي وتامر. فرامي هنا بيسأل تامر وبيرحب بين الاول بقوله good morning صوح الخير. how are you تامر? كيف حالك يا تامر? فرد تامر يعني بخير شكرا لك. بدأ رامي بقى يسأله شوية اسئلة. فبقوله ايه? who is your favorite football player? من لعب كرة القدم المفضل لك? قال له he is وليد سليمان. فبعد كده رجع رامي قال له ايه? what sport does he? قال له ما الرياضة اللي هو ايه? قال له he plays football for الاهلي sports club. يعني معنى كده ايه? معنى كده ان هو بقوله ما الرياضة التي او التي يلعبها. ويلعب يعني play. فقال له he plays football for الاهلي اس سي. بعد كده رامي هنا بيسأله بقوله what does he? وحط هنا فعل. رجع الثاني فيه اللي جاء بقوله he has got short هو لديه قصير يعني اللداء مسلا شعر قصير. يبقى كده بيوصفه ومش كده. يبقى معنى كده بقوله ايه? ماذا يشبه? ويشبه يعني look like. يبقى لما تجد تسأل عن مواصفات شخص او ماذا يشبه يعني تقول what does he look like? هيبدأ هنا بقى وصفه في والد سليمان وبقوله he has got short. هو لديه قصير شعر شعر قصير اللي هو كلمة ايه? ايه? رجع الثاني بقوله does he score? goals? هل هو بيحرز اهداف? قال له نعم هو بيحرز الكثير من الاهداف. وبالتالي هستخدم هنا ايه? score. يبقى الاجابة yes he scores بقى نحط له اس عشان هي دي مفرد. yes he scores a lot of goals. نعم بيحرز كثير من الاهداف. السؤال اللي معنا بعد كده هو السؤال اللي choose. نشوف كده في السؤال اللي choose هنا number one بقول a او an. ونحط بعدها يا اما beard. يا اما hair. يا اما ear. يا اما mustache. is the thick hair. هو الشعر اللي هو الكثيف above an adult mouth. خلي بالك كده هنا بيقول الشعر اللي بينمو على ايه? على الفم. كلمة above يعني اعلى. اعلى الفم. يبقى الشعر اللي اعلى الفم دي الشنب. والشنب يعني ايه? يعني mustache. to bully my grandfather can't see well. يعني جدتي جدي ما بيعرفش يشوف بشكل كويس. he needs to wear. يعني هو بيحتاج ان هو يرتدي ايه? الواحد ما بيشوفش كويس يبقى محتاج يلبس نظارة. هو نظارة يعني glasses. three محمد صلاح is an Egyptian. بعد كده star is very famous. يعاوز اقول ان هو نجم رياضي مصري. طيب رياضي يعني يعني sports. we sports اللي في القس دي اللي هاستغنى مين? ممكن هاستخدمها كاسم جمع بمعنى رياضات. وكصفة بمعنى رياضي. for the وبعد كده waived. waived يعني يلوح او وش هو بايده? to the sports star. sports star اللي هو النجم الرياضي. يبقى عاوز اقول ان ايه بقى مين اللي بيلوح كده? بي ايديهم? بيشعروا بيدهم كده للنجم الرياضي? يبقى الجماهير او المعجبين. اللي هي fans. five. محمد صلاح وعد كده a lot of goals. كثير من الاهداف. number six بيقول احمد has got a big. احمد يمتلك ايه كبير? بعد كده اعمالي he is very friendly. يعني هو ودود. يبقى هو كده يبتسم ايه بقى? عريضة smile. big smile يعني بتسام عريضة وبتسامة كبيرة. smile. طبعا smell معناه يشم. small دخان و small يعني صغير. number seven in a football match. في مباراة قرة القدم. there are two. بيكون ايه بقى هناك ايه? هناك فريقين. وفريق يعني team. وهنا جامع عشان two. there are two teams فريقين. number eight. I enjoy. انا بستمتع. بعد كده stories in the library. خد بالك هنا ان كلمة enjoy زيها عاملة زي like كده و love الافعال ديت بيجي بعدها فعلا مضف له ing. والتالي نستخدم ايه? reading. يبقى انا بستمتع بقراءة القصص في المكتبة. نكملين مع بعض الاسئلة اللي هي خاصة بسؤالي. هنا number nine. بيقول لي سارة. بعد كده stay straight hair. وهنا straight hair معناها شعر مستقيم او ناعم. hair hair is curly. شعرها مجاعد. يبقى هي لا تمتلك شعر ناعم او شعر مستقيم. وبما ان هنا صار فاعل مفرد يبقى نستخدم معه a hasn't got. number ten. bully you can't under water. طلع از كده ان كان و كانت بيجي بعدها الفعل في المصدر. والفعل في المصدر هنا من الاختيارات هو اللي معنوش اي حاجة اللي هو live. يبقى يعني انت لا تستطيع ان تعيش under water اسفل الماء السؤال معنا بعد كان number three read and correct the underlined words يعني كده صحح يلا الكلمات المجدود تحت خط number one بقولي all my brothers and sisters has got dark curly hair يعني كل اخوات الصبيون والبنات يمتلكون شعر ايه شعر مجعد وغامق او ده كان بما ان هنا بقولي brothers and sisters ده فعل ايه جامع الفعل الجامع بيجي بعده have مش has number two بقولي does does she got glasses اول ما تلاقي got على طول has have يبقى استخدم هنا ايه has عشان الفعل هنا she وshe بيجي معها has has she got glasses number three بقولي what is she look like طيب look like ده فعل وفعل تحديدا في صغط المصدر اللي هو معناه يجبه ولما تلاقي فيه فعل فيه المصدر في السؤال بنستخدم معاه فعل المساعدة اللي هو do او does في المدارة يبقى انشيل هنا is واستخدم does عشان بيجي بعدها she يبقى السؤال يبقى ايه what does she look like four can you give money to help the poor with the poor معناه الفقراء هل تستطيع ان انت تعطي money اللي هو نقود دي الفقراء طبعا ده من السؤال اصلا عشان ابدأ بcan you مش كده ده ده جملة وعشان اخليها جملة هبدل كده واجيبي الفعل الاول يبقى ايه you can اخر سؤال معنا في فيديو النهار ده وسؤال الparagraph اللي بتكون طبعا من ثمانين كلمة واللي هو على موضوع في غاية الاهمية واللي بتكرر في معظم امتحانات المحافظات لازم ان تحفظوا كويس جدا الparagraph ده بانوان ايه your favorite sport star يعني نجمك الرياضي المفضل بعد كده بقى نشوف الكتاب كاتب الparagraph ازاي على النجم الرياضي المفضل فانا مثلا بقول لي a sport star اللي هو النجم الرياضي طبعا ممكن يجي يقول لي نجمك الرياضي مفضل او نجم الرياضي بس فانا مثلا بقول لي i like sports انا بحب رياضات there are many sport stars all over the world يعني يوجد الكثير من يعني كثير من النجوم الرياضيون في كل الحال عالم my favorite sport star is mohammed salah نجم البقى من الرياضي المفضل هو محمد صلاح he is my favorite هو المفضل بالنسبة لي i like him very much ان بحبه جدا he is a good footballer هو لعب كل قدم جيد he works hard to achieve his goals بيعمل بجد او باجتهد لكي يحقق achieve يعني يحقق ايه اهدفه he is one point seventy five meters tall عبارة عن ايه طوله مية خمسة وسبعين سنتيمتر he is quite short for a footballer هو قصير للاعب كرت القدم he has got dark curly hair and a beard يبقى هو يمتلك ايه يمتلك شعر مجاعد داكن وكمان لحية بعد كده he usually has a big smile عادة بيقول لديه او بيمتلك ابتسامة عريضة he is a fast runner هو عداء سريع and he scores a lot of goals وبيحرص كثير من الاهداف he is very kind هو عطوف او لطيف او طيب he helps many poor people بيساعد كثير من الناس الفقراء he gives money to build schools and hospitals كمان بيتبرع به الاموال لبناء المدارس والمستشفيات so all of us all of us معناها جميعنا كلنا all of us should be proud وم يجب ان نكون فخورين به وبكده نكون وصلنا على نهاية فيديو النهار هتمنى الفيديو دا يكون عجبكم تكونوا استفدتم منه لو عجبك بقى الفيديو انزل دوس لايك للفيديو وعلق كمان بكومنت اسفل الفيديو ولو بتشاهدنا الاول مرة اشترك في القناة انت تدوس على المستطيل الاحمر اللي موجود عليه علامة اشتراك او سبسكرايب بالانجليش وبعدها تدوس على علامة الجرس عشان يوصل لك شعاب الفيديوهات الفترة الخدمة اشترككم بقى ان شاء الله على خير في القادمة من الفيديوهات ودمتم في صحة وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته